هل ينفع عامل أكتر من قناة على اليوتيوب ولا مسموح لي بقناة واحدة على حساب واحد طيب لو عايز أعمل أكتر من قناة ينفع أعملها من نفس الحساب ولا محتاج جيميل مختلف للقناتين هل أنا محتاج أكتر من جهاز كمبيوتر عشان أعرف أدير القناتين دول وحسابات الأدسينس أربطها إزاي بالقنوات دي الأسئلة دي بتجيلي شبه يومي فأنا حبيت أعمل فيديو يغطي كل الأسئلة دي بحيث لو حد سألني هيبقى سهلة علي أن أبعت له الفيديو بالتايم بتاع السؤال فالإجابة تبقى سهلة بما أننا قناة اسمها وفر وقتك لو أنت مهتم بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من دوح مقترات تايم سيفينج لو أول مرة تشرفنا في القناة ممكن تتفرج على المحتوى لو عجبك المحتوى اضغط على صرح السبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يصل الجديد الفيديوهات إحنا قناة نهتم بالتكنولوجيا وبقناتك على اليوتيوب وتطوير الزات وأمور كتيرة كده مع بعض في الآخر هي كلها بتوصلك لأن أنت يبقى عندك بزنس خاص بيك لو أنت مهتم بالموضوع ده طيب السؤال المهم بقى أنت محتاج قناتين على اليوتيوب ولا لا هل فعلا أنت ينفع تعمل قناتين على اليوتيوب طبعا ينفع تعمل قناتين على اليوتيوب وينفع تعملهم كمان من نفس حساب الجيميل بتاعك وممكن تعمل لحد مئة قناة بس طبعا رقم كبير جدا مئة قناة لشغل شركات فأنت ممكن تعمل 3 أو 4 قنوات من نفس حساب الجيميل بتاعك طيب أنت ليه أصلا محتاج يكون عندك قناتين على اليوتيوب هنقول المميزات والعيوب وحنوضح الموضوع بالتفصيل يريد تخليك معنا لآخر الفيديو لأن كل الأسئلة اللي هتدور في ذهنك هتلاقيها متجاوب عنها في آخر الفيديو بإذن الله هنعمل سكشن كده في آخر الفيديو هجاوب على كل الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهنك لأن الموضوع ما هواش سهل وفيه كلام كتير إن شاء الله هنوضح الموضوع بشكل مفصل أول سبب ممكن تكون أنت محتاج أن أنت يابع عندك قناتين على اليوتيوب أن أنت عندك أكتر من محتوى يعني مش هينفع تعمل في القناة بتاعتك يوم فيديو عن الرياضة يوم فيديو عن التقنية يوم فيديو عن الفاشن الموضة يوم فيديو عن الطبخ مش هينفع تعمل كل الحاجات دي في قناة واحدة فأنت لو عندك أكتر من اهتمام فأنت لازم يكون عندك أكتر من قناة ويفضل تكون قناتين أو ثلاثة بالكتير كل واحدة فيهم تنشر محتوى مختلف عن التاني لأنت لو نشرت كل الكلام ده في قناة واحدة هتأثر بشكل كبير على القناة بتاعتك وعلى مشاهداتك لأن الجمهور اللي بيشترك عشان التقنية مش هو نفس الجمهور اللي بيشترك عشان الرياضة أو الموضة أو أو فطبعا لازم تبقى عارف أن أنت لو وجهت القناة بتاعتك لجمهور معين وإنت عارف مين جمهورك لازم المحتوى بتاعتك يكون بيغطي احتياجات الناس في النقطة دي اللي هما مهتمين بالمجال ده ما ينفعش تنوع بشكل كبير فده طبعا سبب أدعى أن أنت تعمل قناتين على اليوتيوب تاني سبب أن أنت يكون عندك لغتين مختلفتين يعني أنت بتعمل فيديوهات بالعربي وفيديوهات بالانجليزي فأنت هتبقى محتاج قناتين ممكن واحد يقولي طب ما أنا ممكن أعمل ترجمة على الفيديوهات بتاعتي كلامك صح 100% وهتربح من الفيديوهات وهتربح من المحتوى الأجنبي لكن مش هتكون جمهور في المجال ده بمعنى أن أنا لو في قناة كل المحتوى اللي فيها عربي وأنا ما بعرفش غير إنجليزي أنا مش أحب أن أشترك في القناة دي لكن ممكن أتفرج على الفيديوهات بتاعتها لو هي مترجمة عشان أستفيد من بعض الحاجات اللي موجودة في الفيديوهات دي لكن في الآخر مش هتكون مشتركين في القناة بتاعتك فيفضل لو أنت بتعمل محتوى مختلف سواء عربي أو إنجليزي لازم تعمل قناة للعربي وقناة للإنجليزي والموضوع ده أنا ويأتي فيه أول ما بدأت القناة عملت محتوى بالعربي والإنجليزي في نفس القناة وأثر عليها بشكل كبير أنا عندي دلوقتي فوق 3000 مشترك أجانب وطبعا دول مش مهتمين خالص باللي أنا بعمله لأن أنا بعمله عربي دلوقتي أنا وجهت القناة دي للعربي وفي قناة تانية موجودة بالإنجليزي إن شاء الله بعد فترة معينة لما وصل لمستوى أنا حطه في الخطة بتاعتي للقناة دي إن شاء الله حبدأ أشتغل في المحتوى الإنجليزي فده طبعا سبب مهم أن أنت تعمل قناتين لازم كل قناة بلغة مختلفة وفي نمازج لقنوات كتيرة موجودة على اليوتيوب القناة بتاخد نفس الفيديوهات وبتتكلم عنها بلغات مختلفة ده مش مخالف لسياسات اليوتيوب لأن أنت بتقدمه الجمهور مختلف حتى لو مصور الفيديو مرة واحدة لكن أنت بتتكلم بلغات غير اللغة الأساسية الموجودة على الفيديو تالت سبب أن أنت محتاج أن يكون عندك قناة احتياطية بمعنى إيه قناة احتياطية؟ يعني أنت راجل بدأت تتكون جمهور وصل عندك خمسين ألف مئة ألف مشترك وبكين أكتر فأنت القناة دي لو حصل لها حاجة اتقفلت اتسرقت جلك مخالفة افلت القناة بأي سبب ما أنت ما تعرفش الظروف ممكن تمشي إزاي فالمشتركين اللي موجودين على القناة دي راحوا للأبد ومش هتعرف توصل لهم تاني فيفضل يكون عندك قناة احتياطية بمعنى أن أنت توجه المشتركين فالناس اللي هي بتحب المحتوى بتاعك هتروح على القناة التانية ممكن تعمل فيها بعض الفيديوهات لكن ما تكررش نفس الفيديوهات اعمل فيديوهات تانية في القناة الجديدة وابدأ أوجه الناس للقناة دي بحيث أن انت تكبر القناتين مع بعض ما يبقاش عندك الخطر اللي احنا بنقول عليه إن ممكن قناة الأساسية تتقفل فتأثر بشكل كبير عليه فطبعا وجود قناة تانية هيخليك مرتاح شوية إن فيها جمهور موجود تعرف توصل لجمهور بتاعك في القناة التانية لو القناة الأساسية اتقفلت طبعا لازم تكون القناة التانية موجودة على حساب جيميل مختلف طبعا دي نقطة لازم تاخد بالك منها وهنتكلم على التفاصيل دي إن شاء الله كلها في آخر الفيديو الرابع سبب إن انت تكون راجل فولوجر يعني انت راجل بتحب تشارك تجربك مع الناس رحلاتك بتتكلم عن نفسك ما ينفعش تعمل ده في قناة خاصة بمجال معين هتأثر بشكل كبير على القناة فلازم تعمل قناة تانية مختلفة غير القناة الأساسية تحط عليها الخواطر بتاعتك أو تتكلم مع الجمهور لأن مش كل الناس اللي بتتفرج على المحتوى بتاعك بيحبوك أنت كشخص فيه ناس بيحبوا اللي أنت بتقدموا لكن أنت ما تهمهمش في حاجة فما تجبرش الناس إنها تتفرج عليك في قناتك الأساسية تنفع تعمل قناة تانية تحط عليها الفلوجات بتاعتك ويتشارك تجربك مع الناس وفيه نمازج كتيرة في المحتوى العربي زي أحمد أبو زيد وماتريكس 219 وأكتر من يوتيوبر مشهور في العالم العربي كلهم عاملين قنوات مختلفة لمشاركة تجربهم في الحياة اللي هي بره المجال الأساسي للقناة الأساسية بتاعته خمس سبب إن أنت يكون معاك فيديوهات أو موسيقى أنت مش متأكد إذا كان عليها حقوق ملكية ولا لأ فأنت عايز تتأكد في مخالفات ممكن تيجي على الفيديوهات دي ولا لأ طب تعمل إيه؟ ترفع الفيديوهات على القناة التانية اللي هي احتياطية وتنتظر ثلاثة أيام بعد ما ترفع الفيديو تخليه unlisted يعني غير مدرج وتشوف لو جالك مخالفة على الفيديو يبقى أنت ما ينفعش تستخدم الموسيقى أو المحتوى اللي موجود في الفيديو ده بالتالي أنت كده تكون تأكد إن الموسيقى اللي معاك أو المحتوى اللي معاك تمام لو عدى ثلاثة يام على الفيديو وما جالكش مخالفة ده طبعا مش تأكيد مية في المية لأنه ممكن بعد وقت يحصل مراجعة أدوية أو حد يبلغ عن المحتوى بتاعه فيحصل لك مشكلة في القناة لكن دي طريقة بتساعدك أن أنت تعرف الريبوتز بتاعت اليوتيوب حتتعامل إزاي مع الفيديو بتاعك طبعا حاجة مهمة جدا لو أنت هتعمل ده هيبقى فيه شرطين مهمين لازم تعملهم في القناة التانية أول شرط إن القناة التانية تكون بجيميل مختلف ورقم موبايل مختلف لازم تاخد بالك من النقطة دي تاني حاجة إن القناة التانية تكون على جهاز تاني وممكن لس تزعل مني في النقطة دي لكن دي الحقيقة اللي لازم أقولك عليها اليوتيوب بيعرف الجهاز بتاعك من الماك أدرس بتاعه ده كل جهاز اللي له حاجة اسمها ماك أدرس فبيقدر يعرف إن القناتين موجودين من نفس الجهاز فلو قفل قناة منهم ممكن يأثر بشكل كبير على القناة التانية حتى لو النسبة مش كبيرة لكن لو تقفلت قناة وارد جدا القناة التانية تتقفل لو الاتنين بيداروا من نفس الجهاز اللي فاد ده كله كان مميزات اللي جاي دلوقتي هنقول على العيوب لو أنت عملت قناتين على اليوتيوب وفي بدايتك فأنت لسه ما عندكش الخبرة كافية إزاي تكبر القناة بتاعتك إزاي تعمل محتوى فأنت هتضغط نفسك بشكل كبير وحتلاقي نفسك عايز تشتغل في القناة دي والقناة دي وده طبعا صعب جدا على الواحد في بداياته لأن انت لسه ما عندكش الخبرة وما عندكش السرعة في المونتاج وفي إنتاج المحتوى فهتضغط نفسك بشكل كبير وبعد فترة هتلاقي نفسك ما نجحتش في القناة دي والقناة دي فممكن توقف يوتيوب تماماً ويبقى أنت كده ما استفدتش من أنت يكون عندك قناتين على اليوتيوب والموضوع ده فعلاً بيحصل مع ناس كتيرة فيفضل أن أنت لو عايز قناة تانية على اليوتيوب كمل لمدة سنة في القناة الأولانية بعد ما تبدأ تفهم الموضوع حسيت أن أنت محتاج تعمل قناة تانية نحن نتكلم على قناة تحط فيها محتوى مش قناة تجربة زي ما احنا كنا قلنا من شوية قناة تحط فيها محتوى فبعد سنة ممكن تبدأ تعمل قناة تانية والنمازج اللي كنت قلت عليها من الناس اللي هم اليوتيوبرز العرب ما عملوش قناتين في نفس الوقت في بدايتهم لأن أنت مش حيبقى في حد مهتم بيك في بدايتك على اليوتيوب لما توصل لـ 100 ألف 200 ألف 300 ألف ممكن يبقى عندك عدد كويس يهتم بيك أنت شخصياً ويبقى عايز يشوف حياتك الشخصية طبعاً من العيوب برضو أن أنت لو عندك قناتين بنفس حساب الجيميل وجالك مخالفة على قناة منهم حتأثر على القناة تانية القناة تانية مش هيجيلها مخالفة لكن لو جالك أكتر من مخالفة على أحد القنوات اللي اتنين مع بعضها هتقفلوا فطبعاً أنت كده مش هتكون استفدت أنت هتكون تضريت وضريت القناة الأساسية لأن أنت ممكن تكون عامل القناة تانية بتجرب بها وقلنا ما ينفعش تعملها على نفس حساب الجيميل لازم تعملها من جهاز مختلف وحساب جيميل مختلف فطبعاً ده من العيوب لوجود قناتين لأن أنت القناة تانية ممكن ما تكونش مهتمة بالمحتوى اللي فيها قوي فترفع لها أي حاجة فيبدأ يجي عليها مخالفات فلازم تاخد بالك من النقطة ثالث حاجة برضو يعتبر من العيوب لما يكون عندك قناتين بحسابين جيميل مختلفين فأنت محتاج حساب AdSense على كل واحدة فيهم ينفع أن أنت تعمل حساب AdSense للتنين بس أنت كده قلت لليوتيوب بطريقة مباشرة أن القناتين دول خاصين بيا لو قناة منهم جاء عليها مخالفات وتقفلت طبعا حساب AdSense تقفل وأسر على القناة التانية بتاعتك لو عملت حسابين AdSense مختلفين لازم تدير القناتين من جهازين مختلفين عشان لو واحدة تقفلت التانية ما تتقفلش وطبعا ما ينفعش أن أنت يكون عندك حسابين AdSense لازم يكون عندك حساب واحد بس باسمك فطبعا أنت محتاج تعمل حساب AdSense بأكاونت بحساب معين وبتفاصيل معينة والبنك وكل حاجة مختلف عن الحساب التاني ممكن تعمل التاني باسم حد من قريبك أو باسم حد من معارفك لكن ما ينفعش يكون الحسابين خاصين بيك أو باسمك لأن الاتنين هتقفلوا مباشرة واليوتيوب مش هيتناقش معاك هكفلك الحسابين على طول نيجي بقى المجموعة الأسئلة المهمة للناس كلها بتدور عليها لو عملت قناتين أنشر نفس الفيديوهات على القناتين الإجابة لأ لكن فيه طريقة تعرف تعمل بيها ده المشكلة أن الحاجات اللي أنت هتعدلها في الفيديو التاني هتخليك قادر أنت تعمل فيديو جديد فيفضل تعمل الفيديو جديد تماما لكن لو عايز تنشر نفس الفيديو هتعرف تعمل كم خطوة من اللي هنقول عليهم هتغير المقدمة والنهاية بتاعت الفيديو وهتغير الموسيقى لو فيه موسيقى في الفيديو وهتحاول تأثر في وقت الفيديو أو تقطع فيه شوية بالتالي أنت كده هتكون غيرت شوية زائد أنت هتغير مقاس الفيديو يعني تكبر الشاشة بتاعت الفيديو شوية أو تصغرها بحيث أن اليوتيوب ما يعرفش أن الفيديو ده هو نسخة تبقى الأصل من الفيديو التاني مع العلم أن أنا لما عملت ده لقيت أنه جايب لي نسبة التطابق ما بين بعض الفيديوهات ما بين قناة أنا عملها وقناة تانية أنا نشرت فيها وده طبعا بتلاقيه في مكان حقوق الملكية في القناة بتاعتك لو دخلت عليه هتقدر تعرف مين اللي نشر فيديوهات خاصة بيك أو حتى أنت نفسك نشرها في قنوات تانية طيب لو أنا عملت قناتين بإيميليين مختلفين هل ينفع أربطهم بحساب AdSense؟ قلنا ينفع ينفع تربطهم بحساب واحد ولو عايز تربطهم بحسابين يبقى لازم كل قناة منهم بتدور من جهاز مختلف وكل حساب AdSense ببيانات مختلفة ورقم حساب مختلف تماما عشان ما يحصلش مشكلة والحسابين يتقفل طيب أعمل حسابين AdSense ولا حساب واحد يفضل لو أنت عندك قناتين وأنت بتشتغل عليهم بشكل صح وعارف أنت اللي أنت بتقدمه مع لهوش هو ملكية وبتعمل محتوىك بنفسك فخليها قناتين بنفس الجيميل عشان تدرهم بشكل أسهل وعليهم حساب AdSense واحد طبعا كل قناة من القناتين لازم تكون محقاة ل4000 ساعة أو 1000 مشترك عشان تقدر تشغل الـ AdSense بتاعك عليها ولو عندك 3 أو 4 أو 5 قنوات ما فيش مشكلة كل دول ينفع تربطهم بحساب AdSense واحد حتى لو هم موجودين بجيميل واحد أو أكتر من جيميل لكن لو أنت هتربط أكتر من قناة يفضل جدا يكون على نفس حساب AdSense السؤال تاني هكرره برضو لأن السؤال ده بيتسعيل كتير جدا لو أنا قناة من القناتين اتقفلت وعلى حساب تاني هتأثر على القناة تانية أيوة بنسبة كبيرة ممكن تأثر على القناة تانية والتنين يتقفلوا لو أنت شغال من جهاز كمبيوتر واحد لأن اليوتيوب بيعرف الجهاز اللي بيرفع الفيديوهات وبالتالي هيعرف لو أنت عندك جهاز كمبيوتر وعندك موبايل اشتغل على قناة من الموبايل وقناة من الكمبيوتر وبالتالي أنت كده يبقى أمنت نفسك بشكل ما يعني أفضل بكتير من أنت تشتغل على نفس جهاز الكمبيوتر طيب أنا لو عملت فيديو بالعربي على القناة بتاعتي وعايز أعمل فيديو على قناة أجنبية بالإنجليزي هل ينفع أخذ نفس الفيديو وحطه هناك وأتكلم عليه بالإنجليزي؟ ينفع لأن أنت هتكون غيرت في اللغة بتاعت الفيديو فما فيش مشكلة سواء أنت هتتكلم أو هتجيب ريبوتس يعني الأصوات اللي هي موجودة كمبيوتر هتتكلم ممكن ما فيش مشكلة فيه ناس كتيرة كانوا تكلموا على الفيديوهات اللي عملتها أن أنت ممكن تجيب برامج أو تطبيقات تتكلم بالإنجليزي هناك على الكتابة اللي أنت بتحطها إن المحتوى ده مش مقبول في AdSense فيه أكتر من قناة شفتها عليها إعلانات وشغالة بالطريقة دي لكن ما ينفعش يكون ده بس الأساسي بالنسبة لك ممكن تطلع أنت في البداية تقول كلمتين حتى لو حفظتهم وبعد كده تبدأ تكمل بالريبوتس لو أنت عايز تقدم فعلا محتوى أجنبي لأنه ده طبعا في بداياتك حيفرق معك كتير لو أنت بدأت تفهم تشتغل على اليوتيوب إزاي طيب أنا ممكن أعمل كام قناة على حساب الجيميل هو اليوتيوب ما عندهش حدود للموضوع ده وتقريبا هو حددها في حدود مئة قناة ده رقم طبعا كبير جدا ده رقم شركات مش رقم أفراد فمش من الطبيع أبدا أنت تكون عامل 10-15 قناة وإنت بتديرهم بنفسك اليوتيوب ممكن يبدأ ياخد باله منك ويركز معاك فأنت خليك ما بين قناتين لتلاتة أقصى حد خمس قنوات فأنت لو استطعت أنت تدير خمس قنوات تبقى أنت ما شاء الله بطل الناس مش عارفة تدير قناة واحدة وبتتعب تعب كبير جدا في بداياتها فأنت لو عايش تعمل خمس قنوات ده موضوع يرجع لك ياريت تقول لنا رأيكم في الفيديو وإنت مع عمل قناتين ولا ضد الموضوع واشتركنا تجربتك ولو في أي سؤال أنا ما غطيتوش في الفيديو ياريت تسألنا في التعليقات ولو عجبك المحتوى اعمل لايك للفيديو عشان يوصل إلى أكبر عدد من الناس واشترك في القناة لو حبيت شكرا لانتبعتكم الفيديو واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد مع Time Saving والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته